اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلا الله وحده لا مثيل له إلها تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه على عن صفات كل مخلوق وتنزها عن شبه كل مصنوع فلا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول ولا الأفهام يعصى فيحلم ويدعى فيسمع ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون وأشهد شهادة حق وقول صدق بإخلاص نية وصدق طوية أن محمد بن عبد الله عبده ونبيه وخالصته وصفيه ابتعثه إلى خلقه بالبينات والهدى ودين الحق فبلغ مألوكته ونصح لأمته وجاهد في سبيله لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يصده عنه زعم زاعم ماضيا على سنته موفيا على قصده حتى أتاه اليقين فصلى الله على محمد وعلى آل محمد أفضل وأزكى وأتمى وأنمى وأجل وأعلى صلاة صلىها على صفوة أنبيائه وخالصة ملائكته وأضعاف ذلك إنه حميد مجيد أصيكم عباد الله مع نفسي بتقوى الله والعمل بطاعته والمجانبة لمعصيته فأحضكم على ما يدنيكم منه ويزلفكم لديه فإن تقوى الله أفضل زاد وأحسن عاقبة في معاد ولا تلهينكم الحياة الدنيا بزينتها وخدعها وفواتين لذتها وشهوات آمالها فإنها متاع قليل ومدة إلى حين وكل شيء منها يزول فكم عاينتم من أعاجيبها وكم نصبت لكم من حبائلها وأهلكت من جنح إليها واعتمد عليها أذاقتهم حلوى ومزجته لهم سمى أين الملوك الذين بنوا المدائن وشيدوا المصانع وأوثقوا الأبواب وكاثفوا الحجاب وأعدوا الجياد وملكوا البلاد واستخدموا التلات قبضتهم بمخلبها وطحنتهم بكلكلها وعضتهم بأنيابها وعاضتهم من السعة ضيقا ومن العز ذل ومن الحياة فناء فسكنوا اللحود وأكلهم الدود وأصبحوا لا تعاينوا إلا مساكنهم ولا تجدوا إلا معالمهم ولا تحسوا منهم من أحد ولا تسمعوا لهم نفسا فتزودوا عافاكم الله فإن أفضل الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بمواعظه ويعمل لحظه وسعادته وممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إن أحسن قصص المؤمنين وأبلغ مواضع المتقين كتاب الله الزكية آياته الواضحة بيناته فإذا تلي عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تهتدون أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي إن الله هو السميع العليم بسم الله الفتاح المنان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفعنا الله وإياكم بالكتاب الحكيم وبالآيات والوحي المبين وأعاذنا وإياكم من العذاب الأليم وأدخلنا وإياكم جنات النعيم أقول ما به أعظكم واستعتبوا الله لي ولكم